موسيقى بسم الآب والابن والروح والكدس الاله الوحيد أمين أهلا بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وبنسبة انتهاء الصوم الكبير وبكرة نحتفل باختام الصوم وبداية أسبوع البسخة وبرضو يتزامن مع انتهاء الصيام أن احنا النهاردة بنختم دراستنا في سفر الرؤية وبرنامج ها أنا آتي سريعا تكون النهاردة بنعمة ربنا آخر حلقة أسبوع الجاي يبقى أجازة عشان نحتفل مع بعض بالبسخة وبعد عيد انكلينا عمر نتقابل ومع برنامج جديد في نفس المعاد باسم تي نهتي بيشرح إيمان الكنيس كلمة تي نهتي كلمة قبتي معناها أنا أؤمن نهاردة في ختام دراستنا لسفر الرؤية أحب أعمل بانوراما سريعة عن كل اللي درسناه يربط السفر ببعض السفر هو إعلان أبو كليبسيس باليوناني وإنها كلمة أبو غلامسيس اللي هي بتطلق على الصهرة الجميلة اللي بنصهرها ليلة السفت الكبير ونقرأ فيها سفر الرؤية أتمنى السنة دي وإحنا صهرانين في الكنيسة أو بعض الناس اللي يزروفهم مش تسمح يحضروا في الكنيسة يبقوا متابعين على الشاشات في القنوات الفضائية وهي بتزيع الصهرة وإحنا أثناء ما بنقرأ سفر الرؤية نكون بقى فاهمين الأحداث ومتابعينها عشان كده من المناسب لما نعرف النهاردة كده قصة السفر على بعضه يبقى الواحد متابع القراءة وفاهمها ذات نفس العنوان أبو كليبسيس معناها الإعلان إن فيه شيء غامض بيتكشف الحجاب عنه فبنراه عشان كده بدأ السفر بكلمة إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله يعني الآب أعطاه للإبن أن يعلن هذا الإعلان للبشرين ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبيّنه مرسلا بيد ملاكه لعبده يحنى اللي هو يحنى الرأي ده أول عدد في سفر الرأي إذن السفر هو إعلان الله بيعلن لنا عن تدبيراته ولما قال ما لابد أن يكون عن قريب فهمنا منه إن الأحداث التي وردت في السفر تتضمن تاريخ الكنيسة مش بس المجيء التاني زي ما إحنا درسنا إن في مراحل في تاريخ الكنيسة ذكرها سفر الرؤية بطريقة شفرية أو رمزية والإعلان ده بيفكرنا بسفر التكوين لما ربنا قال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله إيه الحب ده إيه الإحترام ده إيه النبل إن الله الخالق يقول أنا ما ينفعش أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله وفي العهد الجديد يقول مش معقول أخفي عن الكنيسة ما أنا فاعله خصوصا قال إبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض لو شلنا كلمة إبراهيم وحطينا كلمة الكنيسة قال أخفي عن الكنيسة ما أنا فاعله والكنيسة تكون أمة كبيرة وقوية تبارك بيها جميع أمم الأرض وقال لأني عرفته ربنا بيقول أنا عارف إبراهيم هيوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب يبقى هنا الهدف من الإعلان أن الإنسان يفهم ويمشي في طريق الرب وينبه اللي حواليه مش هاخفي عن إبراهيم ما أنا فعله لأن أنا عارفه هيوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به بما تكلم به معناها الوعود الإلهية الجميلة اللي قالها الإبراهيم فلما إحنا نحفظ طريق الرب ونعمل بر وعدل ونستمر في علاقتنا مع الله وإن سقطت آقوم يأتي الرب لنا بكل الوعود الجميلة التي وردت في سفر الرؤي إحنا اتفقنا أن سفر الرؤي عبارة عن سبع رؤى بسرعة أقول لكم العنوين دي رؤية اللي إحنا كنا درسناها خلال الشهور اللي مات اللي فاتت الرؤية الأولى هي الكنيسة على الأرض اللي هما السبع كنايس من بداية من أفاسوس لغاية لوديكيا وقلنا كل كنيسة بترمز إلى حقبة تاريخية من أول عصر الرسل لغاية المجيء الثاني وطبعاً لساعة مدرسناها خدنا بالتفاصيل كل رسالة موجهة لملاك كنيسة قدي إيه بتتطابق مع العصر اللي إحنا بندرسه فدي أول رؤية اللي هي الكنيسة على الأرض في السبع كناس الرؤية التانية كانت الأختام السبعة تفتكروا معايا لما لقى فيه سفر مختوم بسبع ختوم زي الشمع الأحمر وبعدين محدش عارف يفتحه ويوحنا الحبيب بكى لأنه مش لاحق فواحد قال له ما تخافش هيجي المسيح يفتح الختوم فالختوم السبعة كل ما يفتح ختم بتظهر منظر معين يشوفه يوحنا وبرضو الختوم السبعة إلى حد كبير شرحت الكنيسة على الأرض لما يكون الفرس الأبيض والفرس الأحمر والفرس الأخضر والفرس الأسود كل دي التاريخ بتاع الكنيسة فيه شكل رمزي أفكركم الفرس الأبيض مع كنيسة أفسوس عصر الرسل الفرس الأحمر مع كنيسة سمرنا عصر الاستشهاد الفرس الأخضر الأسود اللي هو عصر البرغاموس اللي هو المجامع اللي بقى فيها البدع دي حاجة سودة في تاريخ الكنيسة الفرس الأخضر أو الباهت أو الأصفر هو بدعة كبيرة انتشرت في ربع الأرض تنتشر بالسيف والتهديد والرعب ودي الشيطان راكب على البدعة دية يقول لك والهوية تتبعه وبعد كده طبعا شاف المسبح والنفوس اللي تحت المسبح بتصرخ اللي هم الشهداء اللي قتلوا من أجل المسيح ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم الرؤية الثالثة هي الأبواق السبعة بعد الأختام بقى فيه أبواق والبوك معناها إعلان الله بيبوك معناها بينبه الناس هدف الرؤية كلها ان الناس تفوق وتتوب طبعا ياريت ويبخت الإنسان اللي يستفيد بهذه الأبواق الرؤية الرابعة تكلم عن المرأة والتنين والوحشين مرأة اللي هي ترمز للكنيسة وترمز للعذرة يعني بداية الرؤية ان المرأة دي حبلة تتوخد وعتيدة ان هي تلد إنسان يرعى العالم يبقى العذرة وبقيت الوصف تلاقي كلم عن الكنيسة وكأن الكنيسة بدأت بالعذرة واستمرت في العالم كعروس للمسيح طبعا التنين والوحشين سالوس ناجس في مقابل السالوس المقدس بتاعنا القاب والابن وروح الكدس الشيطان شكل لنفسه سالوس ناجس هو التنين والوحشين كلهم حاجات شيطانية كل الهدف بتاع الشيطان هو محاربة هذه المرأة التي هي الكنيسة في الرؤية الخامسة اتكلم عن الجامات السبعة كل جامة تصب بتعمل ضربات وكاية الجامات دي بتعمل ضربات جزئية عشان تدي فرصة للبقيين إن هم يتوبوا في الرؤية السادسة سقوط بابل واتكلم عن الملك الألفي خصوصا في الإصحاح عشرين واتفقنا إن الملك الألفي هو ملك روحاني لأن المسيح ليملك ملك مادي على الأرض وهو المملكة ليست من هذا العالم وأي إنسان بيفكر إن المسيح هيجي على الأرض يقعد ألف سنة زي ما بيقولوا يبقى لسه بيفكر بالطريقة اليهودية ويعايز مملكة المسيح تكون على الأرض لحظوا إن احنا يوم حد الزعف حد الجاي الناس هتهتف للمسيح وهم دخلين أرشلين وفرحوا بدخول المسيح لأنه في نظرهم هيبقى الملك الأرض لما المسيح خير ظنهم وما بقاش ملك الأرض رفضوا يوم الجمع يعني بين الحد والجمع شوفوا خمس تيام اللي قالوا وصلنا قالوا أسلوب لأنهم كان ويريدون أن يكون المسيح ملك الأرض وهو خيب أملهم مستنيين من يوم الحد اليوم الخميس إن المسيح يعمل الثورة ويطرد بلاطوس يطرد هرودوس ويملك ما عملش كده فقالوا خلاص ده احنا اتخدعنا فيه وقالوا أسلوب أسلوب فالنهاردة الناس اللي هي بتفكر في المسيح يملك ملك على الأرض زمني مادي ألف سنة بدي نظرة يهودية آخر رؤية اللي هي رؤية السبعة ودي جات في الإصححين الآخرين 21-22 الكنيسة في السماء طبعا وصف جميل للكنيسة وهي في السماء الجمال والقدسين والملايكة وربنا جالس في الوسط وإحنا كلنا حواليه بنسبح وبنهلل من النصوص اللي اخترتها لكم النهاردة كده نحطها كما حطت في الإصحح الأول يقول اكتب ما رأيت إذن هنا هي رؤية عشان توصل لنا هذا الإعلان عن طريق الكتابة اللي كتبها معلمنا يوحان ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا ده ملخص السفر اللي انت شفته واللي موجود وللس هيحصل بعد شوية فهو بيشرح تاريخ الكنيسة القديم وتاريخ المعاصر والمجيء التاني وبعدين نتكلم في نفس العدد ده عن سر سبعة الكواكب والسبعة مناير قال له سبعة كواكب هي ملائكة السبعة كنايس اللي هم الأسقفة والمناير السبعة هي الكنيس فدي أول رؤية اللي اتكلمنا عنها في البداية بيلخص السفق بعدين بيعلن له أول رؤية اللي هي سبعة كواكب وسبعة مناير في الإصحاح أربعة يقول بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء برضو نقدر نعتبر سفر رؤية كله عبارة عن باب مفتوح في السماء تخيل واحد قاعد كده وشاف باب مفتوح في السماء وعينه وصلت زي التلسكوب وشاف كل حاجة فهو باب مفتوح في السماء الله أراد أن يعلن عن طريق هذا الباب المفتوح إيه السر الغامض اللي موجود جوه لاحظوا أن مفيش حد يعرف حاجة عن ما بعد الموت المعلومات بتاعتنا قليلة جدا ليه لأن محدش راح ورجع حكالنا يعني حتى الناس الأم والأموات بالحقيقة زي العذر وابنة ييروس وابنه أرمال أتنين محدش حاجة الناس بقى اللي بيقول لك أنا موت وصحيت وشفت وعملت ما نضمنش صحة المعلومات كتاب المقدس ذكر ناس ماتوا وقاموا وما قالوش حاجة وعشان كده ما وراء الموت هو شيء غامض وده اللي مخلي الناس تخاف من الموت لأن الحاجة الغامضة مخيفة فعشان كده بابنا فتح باب في السماء عشان نقدر نعاين طبعا نقدر بثقة نقول أن بولس الرسول اختطف إلى السماء الثالثة ورجع قال أنا يعني سمعت كلمات لا يصوغ لإنسان أن يتكلم عنها يعني مفردات مش موجودة والكديس يحنى ربنا قال له اكتب فكان بيكتب يقول لك شبه كذا وزي كذا لكن الحقيقة اللي احنا هنشوفها بعد كده شيء أفخم بكتير جدا مما يستطيع الإنسان أن يصفه عشان كمعلمنا بولس قال ما لم يخطر على بال إنسان بعد هذا نظرته إذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعتوه قبوك يتكلم معي قائلا قال له اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا يمكن معلمنا بولس لما شاف الرؤية بتاعته قال أنا مش عارف ساعتها كنت في الجسد ولا خارج الجسد لسته أعلى لكن هنا في يحن قال له اصعد يعني معناها روحه ثابت جسد وصعدت مش عشان مات يعني لأ ده نوع من الاختطاف أو يعني خروج من الجسد من أجل هذه الرؤية فقط طبعا الهدف الهدف أن الناس تعرف اللي في السماء فيه حاجتين أشتاء للسماء واتمناها وبقى عايز أروح وليه اشتهاء أنا أنطلق وأكون مع المسيح دك أفضل جدا والحاجة التانية لما شاف الرعب بتاع الضربات يخلي الناس تتوب لكن فيه مشكلة حصلت مذكورة في حاح تسعة يقول لك بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات لم يتوبوا فيه أزمة كبيرة أن الناس تعرف طريق التوبة وتعرف الأهوال الموجودة في الهوية وفي الجحيم وفي جهنم ومع ذلك ما يتوبوش لم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تفسر ولا تسمع ولا تمشي ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقاتهم إيه سأب عدم توبة الناس إنهم مش بيصدقوا أو بيأجلوا أو يقولك يا عام الحاجات دي فيها تهويل أو حد يطمنهم يقول لهم لا ده ربنا صالح وطيب مش معاول يرمي الناس في حفرة فيها نار يعني يخذوا راحتكم يوم الله يعينال الحتة بتاعت التسويف والتأجيل والتهوين من عدبات الأخرة والإنسان يظن إن الحاجة مش هتمسه هو عامل زي مثلا دهت إحنا في أزمة كورونا دي تلاقي كل واحد بينبه الناس يا جماعة لازم نحترس وهو مش محترس يا جماعة لازم نتبعد عن بعض وهو مش بتبعد طب ليه هو حاسس إن الفيروس ممكن يسيب الناس بس أنا لأ طب أنت عندك بعض الأعراض لا 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 مش ممكن تكون كورونا ده أنا عندي حبة برد ده أنا متعود يكون بيجي للبرد كل واحد عنده الديناي ده اللي هو الإنقار ويبعد عن نفس يعني أبقى خايف على أن حد من أسرتي يموت لكن أنا مش هموت ما بفكرش إن أنا يموت فإنسان عنده الحيلة دي حيلة دفاعية طب ما هتبقى خطيرة لما لاقي نفسي عمال بهون من الأخطار بتاعة الهاوية أو ألغيها زي ما الناس يقولك ما فيش جهنة ما فيش جحيم واللي بيلغي سفر الرؤية أصلا عشان ما يسمعش الكلام ده طب ما ده كله بيخلي الناس لا يتوبوا فدي تنبيه في سفر الرؤية حتى بعد ما يحصل بعض الضربات الناس مش هتتوب ودينا شايفين مثلا أزمة زي كورونا طبعا هي مش ضربة من عند ربنا ليه ليه بقول كده وأنا بقولها بثقة لأن الناس قدسين كتير وحلوين وأباء حلوين أصيبوا وتنيحوا أو أصيبوا وتعبوا وشفوا أو غيروا فما هيش ضربة من ربنا دي دي وبق عادي بيحصل من أن لآخر في البشرية لكنه منبه إن الواحد يفوق لنفسه إحنا ولا كان في حاجة فده اللي هيحصل في الأواخر تبقى فيه ضربات والناس تقول لك لا دي صدف فترفض صوت ربنا وما تتبش لكن على الصعيد الآخر فيه حاجة جميلة إنه يبقى فيه ملايكة والقدسين بيسندون في الرؤية تمانية يقول جاء ملك آخر وقف عند المذبح معهم أبخرة من ذهب أعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القدسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش وقفين بيصلوا من أجلنا يسندون يبقى فيه هنلاقي فيه فريقين فريق رافض صوت ربنا ورافض التوبة وفريق حساس جدا لصوت ربنا وسريع العودة عشان كده بصوا المنظر الجميل ده في صححة 14 في أوله وفي آخر في أوله بيقول ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه مئة واربعة واربعون ألفا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم صحة 14 قعد بقى رجز دوت لغاية النص كده الأولاني الوصف الجميل بتوع الناس دول اللي هما متمتعين بالمجد مجد الحمل في أخر في أخر الصحح يقول من أول عدد 14 ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس ونشبه ابن إنسان له على رأسه إكلين من زهب وفي يده من جل حاد خلي بالك اللي هو نفس الشخص اللي واقف مثل خروف مذبوح بيرعى شعبه والقدسين حواليه فرحنين مبتهجين متهللين جدا هو هو اللي هيجي في منظر بمنجل حاد وخرج ملاك من الهيكل قال له ارسل منجلك واحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض ناس هيحصدوا كده ويترموا فيه أتون النار وناس تتمجد مع ربنا عشان كده في إصحاح 19 برضو هنلاقي منظر بتاعه وليمتين وليمة جميلة وليمة مؤسفة في بداية الإصحاح يقول نفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرص الخروف قد جاء وامرأته اللي هي كنيسة هيأت نفسها وعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القدسين يعني الزينة بتاعت الكنيسة هي القداسة بتاعت القدسين والبر والفضائل الجميلة بتاعته وقال لي اكتب طوبة للمدعوين إلى عشاء عرص الخروف هذه أقوال الله الصادقة شوف الوليمة الجميلة دي اللي احنا مدعوين لها نقعد مع المسيح في حفلة جميل عكسها بقى برضو في آخر الإصحاح 19 رأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا طبعا دي نفوس بتهلك فالمنظر وليمة الطيور الطائرة جاية تأكل الجسس بتاعتهم فرق كبير بين اني احط نفس في سكة المسيح فأصل إلى هذا المجد العظيم وان واحد يحط نفسه في سكة الشيطان فيصل للمأساة عشان كده يقول في صحح 18 اخرجوا منها يا شعبي لقال تشتركوا في خطاياها ولقال تأخذوا من ضرباتها لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها الوضع والمخلة عن المسيح اللي ما تغلطش تاني والتوبة المدعوين إليها شوفوا اذكرني يا رب ما تجي اقتف ملكوتك كفت ان لص يدخل السماء خطاقتي بتاء في السماء وقدامك ولست مستحقا انا ودع لك ابن بل اجعلني كحد وجراك كفت ان الاب يأخذ في حضنه اللهم اغفر لي انا الخاطئ كفت ان ينزل مبررة ده بولس الرسول بيقول لم يقدرش يعمل حاجة لكن يؤمن بان الله قادر ان يبرر رفاجر ايمانه ده يحسب له برا فيه ايه اكتر من كيف تبسيط في الامور علشان الواحد يمشي في سكة الخلاص الابدي ايه عذر الانسان في ان رب اللهم ارحمنا الخاطئ ويقرع صدر ويبقى تائب ونادم يقول لما انا بغلط تاني اقوم تاني لا يأس لان الشيطان بيخبط على دماغنا مش عشان بس نغلط عشان نيأس فان سقطت اقوم ان سقطت كم مرة ربنا قال سبعة في سبعين ده سبعة في سبعين انا مفروض اسامح واحد غلط في حق سبعة في سبعين مش حل لما بغلط في حق ربنا مش ممكن يكون انا ربنا بيفترض في صلاح وطولة بال وقوة احتمال اني اسامح اخويا سبعة في سبعين وما يكونش ربنا عنده هذا الصلاح وطولة البال وقوة الاحتمال ده اضرب سبعة في سبعين في ملأ النهاية فالله عنده طاقة يستوعبنا حتى اخر نفس الهم بس ان احنا لنيأس ولا نستهتر يعني كون الله فاتح بابه ومش معناها اخد رحتي واستهتر واقول الله هيقبلني يجب ان الانسان ياخد باله اخر نص هركز فيه في الحتاة دي نص جميل اوه بحب ويقولك في رؤية عشرين ست مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه الف سنة طبعا كل النصوص دي احنا درسناها فوقتها مش عايز اعيد وزيد وانكان احيانا الناس بتنسى لكن لاحظ عندنا هنا في قيامة اولى وفي موت تانى قيامة اولى يعني فيه موت اول وموت تانى معنا فيه قيامة تانية فالموت الاول هو موت الخطية اللي احنا اخذنا من ادم كلنا مولودين في الموت بسبب خطية ادم القيامة الاولى هي المعمودية خلي بالك اللي قام في المعمودية ممكن يموت تاني لان انا لسه انسان صحيح اتحادنا بالله في المعمودية واخدنا نعمة عظيمة جدا لا توصف لكن انا ما زلت انسان والانسان ممكن يغلط والانسان لما يغلط ويسوق فيها بيموت عشان كده بيعتبروا التوبة هي تجديد للمعمودية فخلي بالك واحد واقع جات الكنيسة رفعته بالمعمودية وقالت له خليك دايما ماشي مرتفع بالتوبة كل ما تعقوم كلما سقط فدي اسمها القيامة الاولى بداية من المعمودية وانت ماشي على طول توبة طبعا وسندة عظيمة بالافخارستي دي القيامة الاولى اللي ليهم نصيف القيامة الاولى دول الموت التاني ليس له سلطاني عليهم الموت التاني بقى هو الهلاك الابدي والقيامة التانية هي الحياة الابدي فاللي قام قيامة اولى هيقوم قيامة تانية عشان كده المسيح قال حكتين كتاب مقدس يعني بولوس الرسول اقامنا معه اقامنا معه ده فعل ماضي وبعدين المسيح يقول اقيموه في اليوم الاخير ده لسه هيقومنا طب هو اقامنا ولا لسه هيقومنا اقامنا دي اسمها القيامة الاولى اللي هي المعمودية والتناول وطبعا والتوبة قمت ومحافظ على مستوى القيامة بتاعتي القيامة التانية هي القيامة العامة في اليوم الاخير عشان كده من له نصيف في القيامة الاولى هيبقى له نصيف في القيامة التانية من يأكل جسد دينامي له حياة ابادية وانا اقيمه في اليوم الاخير طب مش انت يا رب او انت ميني في المعمودية يقول لي قادي القيامة الاولى اللي هي بزرة القيامة الاخيرة اللي هي عربون القيامة الكبيرة فدي قيامة اولى تؤدي لقيامة التانية طب الموت الاول اللي هو ادم لما اخطأ ومات ورسنا كلنا الخطيئة والموت فكلنا مولدين في الموت قوم بقى من هذا الموت كل انسان مش متعمد هو لسه ميت لقى اسم انك حي وانت ميت طيب واللي تعمد وعايش في الخطيئة بقى مات النعمة اللي اخدها طفاها زي العذارة الجاهلات طيب التاني بقى اللي هو ما اتمتعش بالقيامة الاولى الموت التاني ليه سلطان عليهم يعني يتشفتوا في الهوية بعد عنهم ويبقى الموت التاني ده دمرهم في الجحيم وفي الهوية وفي جهنم طب انت بقى الموت التاني ده ولا ليه سلطان عليك لانك انت قائم مع المسيح ايه ما انظرنا في الابدية قال سيكونون كهنة لله والمسيح يعني الاب والاب وسيملكونا معه الف سنة طبعا الف سنة معناها الى الابد لان الارقام في سفر الرؤية ارقام رمزية وقلنا ان يوم عند الرب كالف سنة والف سنة كيوم واحد فالالف سنة دي معناها الى الابد سنملك معه وهنا تتحقق حكاية بقى الكهنة والملوك جعلانا كهنة وملوك كهنة على الارض في نوعين الكهنوت المتخصص زي اي حد فينا لابس اسود ده ابونا كهن واللي هو له سلطان زي ما قال بلوس رسول البنيان السلطان يعمد ويناول ويعمل قدسات ويدهم بالزيت ويجوز ويجنز وياخد اعترافات ده السلطان الكهنوتي لكن بقيت الناس لهم حاجة اسمها الكهنة العام اللي هو بيقف في البيت يصلي يرفع ايديه يبقى رفع ايديه كذبيحة مسائية وانه لما بيدي عطائب دي زبايح يصر بيها الله وانه يقود بيته في الصلاة كأنه كاهن للأسرة عشان كيب بنلبس العريس بورنوس في الاكليل فدي كلها اسمها الكهنة العام ده ما يمنعش الكهنة المتخصص لما نيجبقى في الابدية نبقى كلنا كهنة لله والمسيح نفس الكلام ينطبق على ان احنا مملوك كل واحد فينا ملك ده ما يمنعش زي ما الكهنة العام ما يمنعش ان فيه البابا والأساقفة والكهنة كذلك كنا كلنا ملوك ما يمنعش ان فيه رئيس للدولة رئيس للوزارة وفيه حكومة اخدين بالكم لكن لما هنروح الابدية كلنا نبقى كهنة وملوك نملك مع المسيح الى الابد شيء اعظم من ان يوصف لما الوحد قلبه يشتاق اللي دي يقولك ايه بقى الدنيا اللي احنا عملين نتخانق عليها دي سفر الرؤية هو رحلة الكنيسة من الارض للسماء وفي السكة فيه ناس بتقع عدارة جهلات وفي السكة فيه ناس بتنضم للرحلة والشاطر بقى اللي هو يصبر الى المنتهى فهذا يخلص لإلهنا المجد الدائم الى الابد ناخد فاصل قصير ونرجع للأسئلة بتاعتكم على الواتساب امام التغافين يتحجموهم صمتين عالظلم كمان صمرين ويدل السمى نظرين وليل مخفين بالدم التامين وليل مخفين بالدم التامين شفتوهم شكرين وهم باقين من كل الأمام من كل القبائل من كل شعور من كل الأمام همام العرش وقوة طبوة قولوا قولوا همام العرش وقوة طبوة قولوا قولوا جيد من كل مكان جيد من كل مكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من كل القبائل من كل شعور من كل الأمام همام العرش وقوة طبوة قولوا قولوا همام العرش وقوة طبوة قولوا قولوا موسيقى بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين أهلا بحضرتكم مرة تاني مع أسئلتكم الجميلة التي بتوصلنا على راسها في حد بيسأل بيقول ينفع ربنا يغفر لي بدون أب كاهن هو طبعا الغفران من الله لكن الله عمل سيستم في نظام من ضمن النظام ده أنه عمل في الكنيسة كهنة من أجل أنهما يعطوا الحل للمؤمنين لما بيتوبوا بيعترفوا وإلا ليه المسيح قال لأبقنا الرسل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء ليه قال لهم من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها عليهم ومسكت ما فيه سيست فلازم أب كاهن يسمع اعترافك ويساعدك ويحلك وإحنا لما بنيجي نصلي التحليل يكونونا محاللين من فمي بروحك الكدوس أبونا اللي ربنا كلفه بهذه الخدمة مش علشان يتسلط عليك ده عامل زي الطبيب يعني أي واحد بيجي له مرض بيحتاج دكتور ياخد مشورته ويكتب له العلاج أنت عارفين في الخارج لا يمكن تاخد دوة من الأجزخانة فانة إلا بروشيتة دارس وعارف ومسؤول عن الدوة اللي انت أخدته طبعا في بعض الأدوية هناك بيبقى إيه على الرف يقولك دي على الرف اللي هي زي فيتاميات أو أي حاجة لكن دوة يعالج لازم فيه دكتور يكتبه صيدالي مسؤول هو اللي يصرفه فمفيش حاجة اسمها حتى لو فيه دكتور لو فيه دكتور عيان بيحتاج دكتور زميله يكشف عليه ويفحصه ويدله المشورة فإذا كان في مجال الطب كده لو أنت في مجال القضاء لازم بتستعين بمحامي وده الواحد لو دخل قدام المحكمة معهوش محامي المحكمة بتكلف واحد يترافع فإذا كان الأنظمة البشرية خلت فيه بشر يساعدوك في بعض الأمور سبقت الكنيسة إن ربنا عمل كده من جهة الكهنوت فمش هقول ربنا يغفر لي من غير كهن أو لازم الكهن كأن الكهن يتحكم في غفراني لا الله هيغفر بس هو اللي حط السيستم ده لحظه المسيح لما شافه راجل أبرس قال له اذهب أري نفسك للكهن كأنه بيحط قعدة وري نفسك للكهن يعني نروح اكشف ذاتك وقول له أنا غلطان في كذا وكذا عشان كده فيه سر كبير في الكنيسة اسمه السر اللي اعتراف أما من جهة الغفران ففي وسائل كثيرة للغفران يجب أن نستغلها كلها دون أن نستغني عن أحدها زي إيه وإنت بتصلي أبانا الذي في السموات بتقول له اغفر لنا ذنوبانا تفتكر دي ربنا اغفر او ما اغفرش لو هو مش هيغفر بالصلوة دي ما كانش قالينا اقوله اغفر لنا ذنوبنا لكن كنه بيقول اغفر لنا ذنوبنا معناه هو ناوي يغفر لو طلبناه بس بشارته تطلبها بقلبك تبقى تعني الكلمة مش مجرد الفاظ بنقولها وفي نفس الوقت يكون القلب تائب طب لما أنا بصلي أبانا الذي هي أبسط صلوة وأصغر صلوة وممكن أن الغفران دي تغنين عن التناول لأ طبعا تغنين عن الأطراف لأ طبعا تغنين عن أن أنا أسامح إخواتي إذن في وسائل أخرى كلها تكمل بعضيها علشان الغفران ده ربنا عمله قنوات كثيرة كلها محتاجانا منها الصلاة منها الصدقة اعطوا ما عندكم صدقة فيصير كل شيء لكم طاهرا ومنها التناول يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا ومنها المعمودية معمودية واحدة المغفرات للخطايا ومنها التوبة والأطراف ومنها مسامحة الآخرين كونك تسامح الناس دي بتحنن قلب ربنا عليك فأنت تستفيد بكل الوسائل الجميلة دي سؤال واحد بيقول أوقات بفكر مع نفسي إن الاستهانة بالكنيسة والاستهانة بحضره الادسات واستهانة جسد ودم المسيح وعدم احترام الكهنوت هو أرض خاصبة لأجيال جاية هتقبل ضد المسيح بسهولة يعني ضد المسيح مش هيعمل مجهود عشان الناس تقبله في الحقيقة آآه فبيقول لي إيه رأيه يعني هو الشيطان يقول عنه الأباء فتال حبال فتال حبال يعني إيه؟ يعني فتلة جنب فتلة جنب فتلة وبقى له طويل على يام الحبل سلبة كده ما تقدرش تخرج منه فهو لما يكون الشيطان عارف إنه هيتقربت وإن تدبير الأزمان يبتدى يتضح وإن أنتي كريست هيظهر في وقت معين لازم يمهد له من دلوقتي بالتسيب اللي حاصل إن الناس مش محترمة لا مجمع ولا بابا ولا أسكف ولا كاهن ولا كنيسة ولا انضام ولا كتاب مقدس ولا تقليد أباء ولا جسد الرب ودم ولا كنيسة ولا ألحان كله كله عمليه يكسر الهايبة بتاعته ساعة من ييجي الأنت كريست إشارة كده من صابعه تخلي كل الناس تجري وراه عشان كده ربه أولادكم في مخافة الله واحترام الكنيسة سؤال بيقول إزاي نثبت في الإيمان بالسماء والجحيم خصوصا إن الميديا المجتمعية ووسائل التواصل برمجة أدمغتنا على العيان وما نلمسه وما نسمعه ونرى بالحواس الجسدية والنفسية هو مش بس الميديا والوسائل الاتصال أو التكنولوجيا الحديثة لكن طبيعة الإنسان مش بينشغل غير بما يراه يقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب ده من ضمن الكلام اللي قاله القديس أتناسوس الرسولي في شرح تجسد الكلمة قال لما ربنا شاف إن الناس يعني زهنهم من حط إلى الأمور المادية وبدأوا يعبدوا المخلوق دون الخالق بيعبدوا بقرة وبيعبدوا النيل بيعبدوا شمس وبيعبدوا دفضعة فقال أنزل إليهم عشان يشوفوني وعشان يرفعنا إلى معرفة القاب غير الماء فطبعا الفكرة أن فعلا الإنسان بيميل إلى الشيء المحسوس ده اللي بيقنعه وده اللي بيصدقه لكن برضو العلم بيفهمنا أن هناك أمور كثيرة جدا غير مرئية لكنها موجودة الهواء على سبيل المثال غير مرئي لكنه موجود العقل الإنساني غير مرئي مين يشوف العقل فين؟ فيه أمور كهرباء يعني إحنا موجات الكهرومغناطسية الموجودة في الجو مش مرئية لكنها موجودة فإذا إحنا نقدر نقول أطفالنا وشبابنا اللي بيتساءلوا هل أنت ترى كل شيء؟ ده بيقولوا الكون اللي إحنا فيه ده فيه يعني أجرام سمائوية لم يصل إليها أعظم التلسكوبات اللي بتختارك الفضاء علشان تشوف الأكوان دي ففيه حاجات كتيرة مش شايفينها فنيجي على الجحيم والسماء نقول مدام مش شايفينهم مش هنصدق وإحنا على الأرض بنشوف إيه؟ إحنا بنصدق أمور كتيرة لم نراها ده ممكن واحد يكون عايش في مدينة فيها متحف وبيعد عليه ما عارفش من ده متحف ولا دخل ولا عارف إيه اللي جوا فيه جنينا ممكن راحت ميكونش زارها يعني إحنا معرفتنا للأشياء محدودة جدا فما نجيش عند الحاجات السماوية نتشكك فيها السؤال بيقول إصحاح 22 في صفر الرؤية كلمة السماء الجديدة والأرض الجديدة هل هي لها تفسير رمزي ولا حرف؟ طب إحنا شرحناها لكن التفسير الأبائي اللي قالوا إن هي يسموها زمن التجديد كل شيء يتجدد سماء جديدة أرض جديدة وتقعد جديدة على طول بس مش بالمعنى المادي يعني مش الأرض دي تبقى تاخد طبيعة جديدة وتتجدد لا يعني معنى آخر خالص غير اللي إحنا بنفكر فيه حد بيقول كنت في مشكلة ورجعت الربنا وتبت ورجعت عن خطايا كتير وبدأت المشكلة بقوة ربنا تتحل هل ده معناه إن ربنا هيسمحني؟ طالما الإنسان تاب واعترف مش بقى هيقعد تشكك ربنا هيسمحني هو قريدي سامحك خلاص طالما تبت حتى لو كان في واحد غيرك عنده مشكلة ولسه مستمرة يعني ممكن الواحد نتيجة خطيته تحصل مشكلة فهو ينتبه ويتوب ويندم ويعترف ويمشي في السكة كويسة لكن المشكلة لسه قائمة كون المشكلة قائمة مش معناها إن ربنا مش مسامحه طب أنت وضعك أحسن إن أنت مشكلتك اتحلت أو بدأت تتحل فإذا أنت متطمن إن الأمور مش هي كويس أكيد ربنا بيسمحك لإنك أنت قدمت تتوبة جميل حد بيقول أنا فيه ناس بتزعل مني مغير قصد وأنا مش بحب أزعل حد أحيانا بصالحهم مش بيردوا أعمل إيه وخايفة من كورونا وتعاملت مع ناس عندهم كورونا من جهة كورونا خلي بالكم احترسوا وأرجو لو سمحتوا الإنسان اللي عنده إصابة دي مش عار إن يقول للناس يا جماعة أنا عندي كورونا محدش يزورني محدش يجيلي ويعود في البيت ويعزل نفسه حتى عن أولاده وإخواته عشان ما ينتشرش المرض دي نوع من الأمانة حدش يخدع نفسه يقول لا ده دور برد وهيعد طالما فيه اشتباه ده أحيانا الدكاترة بيقوله حتى لو عملت مسحة وطلعت نيجاتيف ممكن تكون برضو مصاب بالكورونا فالواحد ياخد احتياته ويعتزل ويبقى فرصة يختلي ويصلي ويقرأ ويتوب ويفكر في أبديته ويقعد كده خلوة كأنه راح دير لغاية ما تعدي الأزمة دي أما من جهة إن حضرتك بتزعل الناس من غير قصد رجع إسلوبك يعني برضو الواحد لما بتحصل معه مشكلة مش من الزكاء تتكرر يعني لازم أخد بالي إيه اللي بيزعل الناس كلام معين طريقة معين تدخل معين وتقول أنا مش قصدي كل مرة مش قصدي برضو الواحد يصلح من نفسه علشان ما يضيقش الناس سؤال ما معنى الله السرمادي معناها أزلي أبدي هل معناها الإله الحقيقي وخالق الكل الموجود قبل الزكاة أه طبعا السرمادي معناها لفظيا لغويا معناها ما لهوش بداية ما لهوش نهاية لكن طبعا يدخل فيها أنه هو الحقيقي والخالق وكل حاجة حد بيقول أنا عايش في توبة مع رب المجد اتناولت مرتين من غير اعتراف لإني مش عارف قابل أبونا في سأب الكورونا ونفسي أعترف طبعا كنك عايش في حياة مقدسة ما فيش أخطاء وحشة يعني أوكي أنت اتناول لغاية ما تقابل أبونا وربنا يزيح الأسباب اللي بتخلينا مش عايفين نتقابل مع بعض والحياة اللي كانت ماشية جميلة بقى فيها احتراصات كثيرة هل شجرة الحياة التي منع منها آدم شيء ما يدي؟ أه طبعا يعني شجرة الحياة كانت شجرة في وسط الفردوس أنجيل يحنى صح 3 العدد 3 ويحنى 3 خمس إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله فالمعمودية دي أساسية جدا للأبدية السعيدة كل إنسان مولود يحمل خطية آدم وموت آدم وفساد آدم لأننا طالعين من جدر واحد هو آدم العلاج بتاع ده هو المعمودية والاتحاد بالمسيح حتى لو الإنسان صالح هو أصلا ميت أصلا جاي ميت فعشان كده لازم يعاد خلقته ويولد من جديد وياخد حياة وتتزرع فيه بزرة الحياة بتاعت المسيح في المعمودية وبعد كده تكمل فيه التناول والحياة المقدسة سؤال هل يتم تقدس الميرون بصلوات ولا بيوضع عليه خميرة من الزيت الموجود طبعا بيتم تقدس الميرون بالصلوات وبعدين في الآخر بتوضع الخميرة وده هيحصل يوم شم نسيم اللي جاي بحضور قدسة البابا والأبائل من المجمع المقدس هيبقى في دير أمباب شوي تضاف بعد الأداس فيه أداس مخصوص لإضافة الخميرة يعني أداس الإفخريستي العادي وصلوات مخصوصة لإضافة الخميرة من الزيت اللي موجود حاليا تضاف للجديد دي تبقى آخر مرحلة من تقدس الميرون واحد بيقول ليه مدة مش عارفة على التلف ونفسي تناول طبعا ممكن مؤقتا على ما الدنيا تتفتح الواحد يكلم أبونا بالتلفون ويعترف أبونا يصلي له التحليل وإن كان ده وضع مش مظبوط لكنه مؤقتا لغاية لما يبقى فيه مقابلات طبيعية بين الأباء وأبناء واحدة بتسأل عندي بنوتة صغيرة أقل من ثلاث سنين طبعا بتاكل أكل فطار ولتبقى أكل منها ساعات برمية فبيصعب علي الأكل ففي مرة أنا أكلته نص بيضة أو حتة فرخ صغيرة ازاي يعني يعني أنت عشان ما ترميش الجزء الباقي منها تكليه وتقولي هو أنا كده فطرت ألوى فطرتش طبعا فطرت يعني يا ريت ما تعملش كاية تاني حد بيقول صلولنا احنا في ضيقة عظيمة ربنا يرفع عنكم ضيقة واحد بيقول عندي خطيئة مسيطية علي مش عارفة تخلص منها ربنا يرفع عنك يا ابني وصلي لك كلنا وانت كمان تصلي ولا تايق أسو ربنا في لحظة كده هيشوف أمنتك وإسرارك على أنك تتوب هيرفع عنك الحرب وتبقى كويس هل ممكن واحد يرشم أهل بيته بزيت الأنديل؟ لا زيت الأنديل على وجه الخصوص ده سر والأسرار أبائك كهنة هما اللي بيتامموها في الصلاة والدهان فما ينفعش واحد ياخد زيت في البيت ويعد يدهن ولاده خلي أبونا هو اللي يده طيب في أسألة كتير لكن الوقت راح ربنا يبارك حياتكم إلى اللقاء بعد العيد بإذن الله في برنامج جديد تنحتي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة